برز في القرن العشرين مصطلح الفكر العربي ولا يزال يتصدر المشهد فمن الطبيعي أن ينادي العرب بوحدتهم أمام ازدياد النفوذ والغزو الغربي العسكري والفكري ولا يختلف العقلاء على أن النتاج الفكري العربي تحت مظلة الإسلام ساهم بشكل مؤثر في صياغة مفاهيم كثيرة في الفكر البشري الحديث وساهم في استمرار الحضارة وتطورها وتأطير المنهج العلمي التجريبي الذي قامت عليه الثورة الصناعية في أوروبا بعد العصور المظلمة التي عاشتها أما التجديد من حيث المفهوم فهو ليس هدفا بذاته بل لتلبية احتياجات المجتمع الجديدة فالتجديد لا يعني الانفلات وإنما هو حركة منضبطة للحفاظ على جوهر الشيء إذن فالتجديد يكون في عمق تراث الأمة ومرجعيتها لتلبية ما تحتاج إليه ولا قيمة لتجديد مستورد لا تراعى فيه خصوصيات الأمم والشعوب ومن المكاسب المهمة بعد المخاضات العسيرة التي مرت بها المنطقة العربية هو قبول التجديد من حيث المبدأ ولكن الخلاف المستمر حول شروط التجديد وضوابطه ومساراته بما يضمن ألا تنحرف البوصلة عن الأصل والموروث وتحت مظلة الفكر العربي هناك من يحاول العبث بثوابت الثقافة العربية الإسلامية والانسلاخ منها تحت شعارات النهضة والتجديد والإصلاح فهناك من يطرح الفكرة باعتباره منظومة معرفية منافسة لمنظومة الفكر الإسلامي لذلك يجب تحديد مرجعية للفكر العربي كما أن هناك حاجة ماسة اليوم لعدم ترك مفهوم المرجعية عائما بغير تحديد أو توضيح للمعالم والمعاني والتطبيق كانت الامبراطوريات الغربية الاستعمارية هي أول الداعين إلى ظاهرة الوحدة العربية كتكتيك سياسي بغاية فك الارتباط بين العرب والترك ولكن هناك من يرى أن الوصول إلى الوحدة الإسلامية مرهون بتشكيل أولى لبناتها والمتمثلة في الوحدة العربية وتوحدهم تحت مظلة الإسلام هذا الإطار الأصل الذي استمدت منه العروبة فكرها وقيمها